السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة عدنا ايها الاحباب الكرام والموضوع الذي نود ان نناقشه معا سويا هذا اليوم هو موضوع محاربة العنف ضد النساء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وننطلق من قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وننطلق من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي هذه الايام في مغربنا العزيز هناك اهتمام بقضية العنف ضد النساء وهي تواكب اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد هذه الفئة المهمة من المجتمع لهما النساء والفتيات وابتدأ منذ الخامس والعشرين من نوانبر وسوف يستمر الى العشرين من دوجنبر وهناك تم اطلاق حملة وطنية لوقف هذه الظاهرة طبعا الامم المتحدة قامت بالاحتفاء بهذا اليوم العالمي لانه في 1960 كما هو معلوم وقعت واحدة ظاهرة ليس عندنا في المغرب بل هناك في جمهورية الدومينيك حينما قامت بعض الناشطات السياسيات بالمطالبة ببعض الحقوق فمرس عليهن العنف والترهيب وتم قتلهن بوحشية كبيرة مما دفع العديد من النساء الناشطات عبر العالم انهم يستنكرن هذه الواقعة وينظمن مسيرات واحتجاجات ووقفات ومن تم تبلورت القضية حتى صار ليوم الخامس والعشرين من نوانبر يوم عالمي لمحاربة العنف ضد النساء ونحن في مغربنا لما تكون هذه المناسبة تطلق حملات وطنية لأسابيع ثلاثة أو أربع أسابيع بكاملها غايتها هو الوقف لهذا العنف وفتح المجال للنساء المعنفات لكي يعبرنا عن ظروفهن الصعبة فنحن هذه الأيام عندنا الحملة السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء واليوم ان شاء الله في خطب الجمعة ستسمعوا على صعيد المملكة الشريفة جميع المنابر للخطب الجمعة ستكلم على هذا الموضوع ولهذا كالقوا بأن هذه الأيام كان هناك برنامج حافل للحملة الوطنية فيها بث وصلات تلفزية وإداعية وأنشطة مختلفة عبر وسائل الإعلام وأيضا تنظيم ندوات وطنية وجهوية ومعارض وفنون تعرض إبداعات فنية للنساء كل هذا الغاية منه هو إذكاء الوعي بمخاطر العنف الممارس ضد النساء الأمم المتحدة تشير في تقاريرها بأن العالم اللي فيه تقارب حوالي ستة المليار دي الخلق كيقولوا بأن نسبة مرتفعة دي العنف ضد النساء حتى إن في هذا التقارير ربما مبالغ فيها قالوا بأن في بين كل كل تلات نسوة في واحدة معنفة بمعنى أن الانتهاكات دي الحقوق الإنسان في مجال النساء هي كثيرة ومتعددة وهي تشكل وسمة عار على الإنسانية وكتخلي أي واحد اللي هو مؤمن بقضايا الإنسان وحقوق الإنسان يشعر بنوع من العار والفضيحة من خلال الدراسة ومن خلال البحث وجدوا بأن مظاهر العنف وأشكاله متعددة كل عنف اللي هو جسدي وكل عنف اللي هو جنسي وكل عنف اللي هو نفسي فالضواهر اللي في المجتمع كثيرة ومغربنا ربما قد لا يكون استثناءا من الدول الأخرى فنجد من بين أهم أنواع العنف لأشارت إليه تقارير الأمم المتحدة كيسموا العنف عنف العاشير يعني السرع بين الزوج والزوجة وكيكون إما عن طريق الضرب وإما الإساءة النفسية وأحيانا كيكون هناك قتل والعياد بالله فعدد الرجال اللي قتلوا زوجتهم لا يستهنوا به ثم هناك عنف آخر اللي فيه مضايقات جنسية إما أن هناك التحرش اللي يلقوا في الشوارع أو يلقوا الملاحقة مرأة غدية تقدا ولا بنت غدية الدراسة ديالها ولا أي مرأة غدية العمل ديالها هناك ملاحقات في الشوارع وتحرش وإطلاق العيون والألفاظ النبية وكيما يسمى حتى بالمضايقة الإلكترونية كي اللي عنده الهاتف النقال أو عنده حساب في الفيسبوك كي يتلقى رسائل غرامية كي يبعتلي صور غير مرغوب فيها وقس على ذلك فالعنف هو كثير ومتعدد وكي ترتب عليه مجموعة ديال المظاهر السلبية على صحة المرأة فالمرأة المعنفة لا تنتظر منها بأنها ستكون إنسانة مواطنة بناءة تساهم في بناء الوطن لأنها ستكون دائما تشعر بأنها من الجيل المعطوب أنها مضرورة ومكسورة للجناح وأنها ضعيفة ولا تستطيع أبدا أن تقدم أي خدمة غالباً غالباً هذا العنف يتوجه للحياة الزوجية أولاً كي يبدأ من طفولة كين بعض الآباء اللي كي أديوا بنيتهم وكي يعنفوهم لأنهم ما عندهمش الرغبة في البنات كي المرأة أو الأسرة اللي باغن مولود دكر فحينما يولد لهم المولود أنت كي غضبو وهذا أمر نهى عنه ديننا الإسلامي بغينا في هذه الحلقة المباركة نركز على فكرة معينة وهي إذا كان الأمم المتحدة دارت هذه الحملة التحسيسية واليوم عندنا حملة وطنية تحسيسية والكل يطالب بقوانين سن قوانين جديدة للردع وللعقاب كما جاءت في الدستور دي لألفين وحداش في الفصل تسعتاش والفصل تنين وعشرين اللي يركز على المساواة من الجنسين وعلى عقوبات لمن يؤدي الآخر نحن نأكد بأننا في غنيتنا عن كل هذا لو كان هناك اهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى واهتمام بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واهتمام بالتربية الإيمانية الصادقة المستقيمة الوسطية المعتدلة ما كنا في حاجة إلى سن قوانين جديدة وتشريعات جديدة لأن ما عندنا يكفينا وزيادة فمثلاً كالقوم بين أسباب العنف على الأطفال الصغار أنه غير مرغوب في الأنثى وإسلامنا العظيم يؤكد بأن هذا فيه رفض لقدر الله ورب رتبع لي عقوبة كبيرة فقد جاء في القرآن الكريم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ربي قال لنا هذا حكم جاهلية هناك الجاهلية المتعددات اللي عنده في القرن العشرين وعندها التصور أو القرن الواحد والعشرين أو حتى في القرن الثلاثين والأربعين وعندها التفكير بأنه يميز بين الذكر والأنت وأنه لا يرغب في إنجاب البنات هذا ربي سمع عنده أفكار جاهلية حكياً الجاهلية القديمة قبل الإسلام وهناك الجاهلية المعاصرة وهناك الجاهلية المستقبلية كل من يرفض هذه الأحكام الربانية فهو ينطبق فيها وربناك يقول بالضبط الذي يرفض خلفة البنات كالجاهلي إذا بشر بالأنت يظل وجهه مسوداً وهو كضيم حزين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به كي رجع النور كي يقول لك هذا ما بقى عنده لا سمعة ولا مكان بين الناس وكي يبقى يقول أيمسكه على هون أم يرسوه في التراب واشيقبل هاد الابنية ويبقى عنده الدل والهوان ولا يمشي يرميها في التراب ويوئدها ربي عز وجل قال لنا ألا ساء ما يحكمون هذا حكم جاهلي إذا كان احتفل الوقت المعاصر فهو مرفوض لهذا القور القرآن الكريم من اللي غير تكلم عن الخلفة غد يأكد بأن الوهاب هو الله تعالى قال يغبوا لمن يشاء إناثا ويغبوا لمن يشاء الدكور أو يزوجهم دكراً وإناثا ويجعل من يشاء عقما فابدى الله تعالى بالإناث تفضيلاً لهن وتكريماً لهم ثم إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت يقول لنا دائماً في الوصاية ديالو لا تؤدوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات لي عند الشبنية تهل فيها لا تؤدوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات حتى بشرنا بوحد البشارة عظيمة لي عنده البنت وتهل فيها وكرمها وسعد قلبها هذا لن يرى النار هذا حينما يموت من القبور إلى القصور حتى بفهم الزمن ما عندوش كيبقى ليل ونهار في القبر ليل ونهار الزمن وكيكون مليون سنة كيصير ليلة أو بعض يوم يوماً أو بعض يوم وكيكون من القبور إلى القصور قال صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فعالهن وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار حجاب قام واحد الصحابي قال لي يا رسول الله وإتنثان قال لي وإتنثان وقام أخر قال لي يا رسول الله وواحدة قال لي وواحدة لي عنده غير وحيدة أو عنده جوج أو عنده ثلاثة للبنات أو الأخوات وتل فيهم وأحسن إليهن وخلهم دائماً سعيدات كن لهن حجاباً من النار النار ما يشوفهاش من القبر إلى القصر في الجنة بإذن الله وكالقى أيضاً الأذى اللي كيوقع ما بين غالباً بين الأزواج الأزواج أن الراجل كيتزوج مع المرأة ومع مدة قليلة كيبدأ إيادها وكنسنعه في بعض المراكز والأندية اللي كيهما خاصة بالاستماع للنساء ضحاياً عنف كنسمعوا كلام خطير وشديد مثلاً سمعت إحدهن تقول بأنها من الزوجات مع الرجل سكنها مع مع الأسرة دياله وطبعاً الأسرة موقع شتفى توافق خصوصاً مع أمه ومع أخواته وبقات واحد نوع من الملاسانات تطورت إلى المشادات وثم بعد ذلك من اللي تخاصموا ووصلوا إلى العراق زي الزوج كان غائب عوض أن ينصف المرأة اللي هي مظلومة أنصف الأخوات والأم وقال للمرأة أنت السبب في هذه المشاكل كلها كنا هانين حتاجت أنت فأشبعها ضرباً وركلاً ثم قال لها سري المحكامة قصص كثيرة كنسمعها على العنف ضد النساء كالنساء الله يسترنوى إياكم بتليت برجل مخمر أو رجل كيستعمل مخدر كتلقى فين يوم ما كيخدمش فكيقول لها سري دري الميناج سري دري التسول جيب لي من ناكل فكتطر المرأة أنها تقلب على أي عمل ويعرق جبنها وتجيب ليه القتاعه وديه لولدته وإذا لم تأتي بالمال أشبعها ضرباً وقص على ذلك الكثير كيقدر يكون السبب هو الفقر الفقر هو قبحه الله كيكون دائماً سبباً في هذه النزاعات لكن يبدو حتى الطبقة الراقية هناك طبقة راقية ناس عندهم الإجازة عندهم الماستر عندهم الدكتوراه وكي ناس لموظفين سامين في قطاعات حيوية وجد حساسة ومع ذلك كتلقهم في الصراع كتلقى الطبيب وكتلقى المهندس وكتلقى الأستاذ الجامعي وكتلقى الربان وكتلقى الربان دي الطائرة وكتلقى البرلماني وكتلقى الوزير وهلما جرى فالقضية غير مرتبطة بالفقر هي القضية مرتبطة بالفقر الرمشي المادي هو الفقر المعنوي هو اللي قلبه ضيق واللي نفسه حارة صعيب أنه يكمل فالعلاقات الزوجية كالقوا دائماً عادة من من الأسباب عدم التوافق النفسي هذو قاريين مستوى دراسي رفيع عندهم فلوس كثيرة عندهم مال وفير عندهم سكان مريح ولكن ما عندهمش توافق نفسي كتلقى هو كيشرق وكتلقى هو كيشرق وهي كتغرب هو بغي تفتل فازة وهي بغي تشعلها هو بغي يسفر للبحر وهي بغي تنعسى في البيت وتقفى لها الضو دائماً بعضياتهم ما موافقينش كين اللي ما عندهمش التفاهم والتنازل ما كيشعر بأنه غير غير مهيئ لكي يتنازل معنى الحياة الزوجية خاصة على الموليداتنا وبنياتنا أنه في العلاقة دي التعايش يكون عندك وحدة الرغم دي التنازل نتفاهموا نعم ما تفاهمناش نتنازل نعم الله يربح ونطيح الرأي ديالي باش نبقى مستمرين كي اللي عنده غير اعتراض المستمر يعني إما كلمتي وإما خلف الدمار والخراب والعياد بالله الحياة كتلقى الشخصية مغيرة إما الشخص الزوج عنده شخصية ضعيفة والزوجة عندها شخصية مسيطرة أو العكس فما كتفاهمش بعضياتهم ثم الأخطر اللي كيوقع هو التدخل دي المحيطين الأسرة كيقدر يكون الزوج والزوجة متوافقين لكن العائلة دي الأم دي البنت العائلة دي الولد كلهم يدخل هذه ما عجبتناش هذه ما مقداش خصيك تحكميه نهر الأول هما كيقول لي خصيك تدل لها نهر الأول وكيبقوا المحيط ديانهم كيشعل العافية وكيوقع ما يقع ثم كلقوا الخلافات المستمرة على أشياء بسيطة في اليوم مع الجيتي مع جدخلتي في نمشيتي أشي طيبتي مسائل بسيطة ينبغي أن تكون متجاوزة لكن أخطر ما يؤثر على العلاقات الزوجية هي المقارنة مع الأخريات أو المقارنة مع الآخرين الراجل كيقارن مراته مع الأخرى شوفي للك شوفي بنت سيدك يديرا شوفي الأداب الزين والتباتة وزيدها بالأخلاق وفقوة وعندها المال وعندها كذا كيقارنها دائما وكيحطمها والعكس صحيح المركة كتقارن زوجها مع الأخر كتقول شوف سيدك يدير شوف الجمال اللي يعطاه الله تعالى والرجول والشخصية ونجيب عمر وكيشعر دائما بأنه بأنه محبط فهناك يوقع نوع من من الصراع لاحظوا بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينهان عن أسليب التهكم والسخرية في القرآن الكريم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم وسيدنا النبي كما يروع عنه لم يكن فحاشا ولا متفحشا كان يقول إن من خياركم وأحسنكم أخلاقا من يهتم بزوجته وبنسائه وبالنساء اللي معاه في البيت يلوم ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرنا في أول الكلام أعطتنا الدستور الكامل وهي قوله سبحانه ومن آياته الآيات الدالة على وجود الله أن خلق لكم من أنفسكم يعني ربي كرمنا خلق الأزواج والزوجات من نفس كان بعض العلماء قالوا ما معنى من أنفسكم قالوا قالوا بأنها كل مرأة خلقت من نفس زوجها كيف قلوا بالمصرية فول وانقسمت نصفين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فربي عز وجل جعل علاقة بين الزوج والزوجة جعلها بأنهم خلقهم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ثم طلب أن يقع السكينة والتساكل فيما بينهما لتسكونوا إليها المرأة بحل البيت والراجل توابحل البيت فالبيت يسترك وتسكونوا إليه لتسكونوا إليها وفي أي أخر قلقهن لباس لكم وأنتم لباس لهم خصيكم ستر بين المرأة والرجل وجعل بينكم مودة ورحمة العلم قلقهن المودة هي العلاقة في الجماع بين الرجل والمرأة ربي جعل بينهم ركب الرجل فيها رغبة وركب في المرأة رغبة واحتلها هندسة للجسد للرجل والمرأة جاءت متكاملة فهذه معنى المودة جعل بينكم مودة هو يحتاج إليها ويتحتاج إليه لكن هذه المودة قد تزول عندهم ضعف عاطفي عندهم هموم وكروب مبقىش عندهم الرغبة فيما بينهما كتبقى الرابطة الثانية جعل بينكم مودة ورحمة ما معنى رحمة الرحمة قيل هي الأولاد الأولاد النار بعزز وجل لك يجعل من المرأة الرجل ذرية طيبة كتعد قل هو أبو الأولاد هو يقل هي أم الأولاد وتستمر الحياة رغم الظروف والضغوطات فالرجل مطالب أن يضغط على نفسه والمرأة مطالبة أن تضغط على نفسها باش تستمر الحياة ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن تعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيالا كثيرا را العنف ضد النساء واحتد ضد الرجال را كيبدأ بالكراهية ملكة كل الكراهية كيبدأ الإنسان يفكر أنه ينتقم إما عن طريق الضرب والجرح ما يسمى بالعنف الجسدي وإما عن طريق الإهانة والشتم ما يسمى بالعنف النفسي وإما بأشكال أخرى متعددة فربناك قلنا لا حاولوا أنكم ضغطوا لنفسكم وتبقوا معاشرين العشرة وعاشروهن بالمعروف حتى لوصلت للمدد الكراهية قال لنا ربنا عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال فنحن قدوتنا ونستعنس بالقوانين للأمم المتحدة ونستعنس بالقوانين للحقوق الإنسان ونستعنس بكافة القوانين التي تجعل وكتشمل القيم الإنسانية الكونية كلها نأخذ بها ونعمل بها ونفتخر بها لكن قيبقى هنا الإمام دينا وقيبقى دائما النبراس دينا وقيبقى الهودة دينا هو كلام الله تعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لخذ بها سينجح نجاحا عظيما ولن يحتاج إلى شيء آخر انظروا إلى قول النبي الكريم لما يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي واشن المؤمن لفقى هذا الحديث نبوي الشريف واستوعبه غد يقدر يآدي الزوجة دياله أو البنت دياله أو الأخت دياله أو زميلته في العمل أو أي مرأة من المؤمنات في الطريق العام أو غير مؤمينة في الطريق العام أبدا خيركم يعني أقربكم إلى الله وأحبكم إلى الله هو خيركم لأهله ثم قال وأنا خيركم لأهلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كي يعتبر قمة الإيمان مش هي الصلاة والصيام والحج والعمرة رغم أنها واجبات وأركان دين قال لنأكمل الأم من إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله أن الإنسان تكون لطيف بينك مع الزوجة والأهل رهي الزوجة والأخت والبنت والأم والعائلة خصوصا في صنف النساء هذا كلهم أهل الرجل المؤمن الصادق مش فقط يكون بالمظهر وإنما بالجوهر أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله حتى إن قال لهم بأن كل عمل كذل الإنسان امتغاء وجه الله يؤجر حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك نموذج عظيم جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما كي تعامل مع أهل البيت بوحد نموذج راقي جدا مثلا مما يروى في الصحيحين أن النبي الكريم كان نائم والزوجة دياله السيدة عائشة رضي الله عنها بغت تفرح وجابت بعض صحيباتها وقالت لهم أجلون نغنيوا فأتوا بالدفوف وبدأنا يضربنا بالدفوف والنبي الكريم متغشن بثوبه تصور الرجل جامل العمال متعب والمرأة جاءت مع الجيران ديالها وبدأت تغني بغت فرح من حقها بغت فرح فالنبي الكريم خلاهم وهو متغشن بثوبه واحد اللحظة هو جبت العروسة اللي هي أمنا عائشة وسلنا أبو بكر الصديق دخل إلى الدار فوجد فوضى لقى بأن البنت اللي هي العروسة اللي أمنا عائشة جامع صحابتها وقدربوا بالدفوف بالبنادر ويغنيوا والنبي الكريم متعب وعنده عمل وعنده لقاءات مع الناس وعنده وحي وعنده عبادة وعنده طاعة وبيت النبو واخسكون فيه الهدوء السكينة القاء متغشن في ثوبه فدخل أبو بكر الصديق فانتهرهما وقال لهم أم زمير من مزامير الشيطان في بيث رسول الله غضب عليهم وانهرهم فالنبي الكريم اللي كان متغشن بثوبه كاشف عن وجهه فقال يا أبا بكر قال لي بوحد لطافة دعهم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة خليهم وبقات أمنا عائشة كتفرح وكتغني وكتضرب ودير الهل وحد الجو جميل في بيتها هل هناك إحسان وتلطف أكثر من هذا مرة جاء وحد مجموعة دي للحبشة بحلقة من جناوة الحبشة هم مجناوة جاءوا جاءوا من الحبشة ناس سود وهم يرقصون ويغنون فجاءوا ودخلوا إلى المسجد النبوي من اللي اسمعوا بأن هذا الدين الجديد اسمعوا بأنه فيه قيم نبيلة أعجبوا به فجاءوا قالوا ويعبروا على الفرحة ديالهم وبأنهم قابلوا هذا الدين الجديد عن طريق الغناء والرقص وجاءوا الحراب وبدأوا يرقصون كذربوا بدأوا قاطق ديالهم وكي لمزوا بالحراب فجاءت أمنا هايش رضي الله عنها وأعجبها ما رأت وقد طل وتشرائب بعنوقها سيدنا النبي واجد ربها قال لي يا رجعي لا قل لها أتشتهين تنظرين إليهم أتشتهين تنظرين إليهم يتقول لي نعم يا رسول الله قال تقدمي فجاب أمامه قالت لك فأسندت كتفي على كتفه وخدي على خده وطفقت أنظر إلى الحبشة وهم يرقصون ويغنون ويلعبون بحرابهم شوفوا هذا المشهد رومانسي جميل للسيد النبي صلى الله عليه وسلم أسندت كتفي على كتفه وخدي على خده وطفقت أنظر إليهم وكل من رقيقوا لها هل اكتفيت كتقول لي لا طولات المدة وكل من رقيق يقول لي هل اكتفيت كتقول لي ما زال فتقول أمنا عائشة أنا اكتفيت لكن أريد أن أبرز للنساء الأنصار مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني بفهمها بأنك بغتبين شكون هي وخلاها مكان بس خليها خليها زيدها في المدد حتى جسيدنا عمر بن الخطاب هو يغضب عليهم قال لهم كيف في مسجد رسول الله ضرب ورقص ولاعب بالحراب فقال دعهم يا ابن الخطاب حتى تعلم يهود أن في ديني نفسحة وأني بعدت بالحنيفي السمحة ثم قال النبي الكريم لزيدني ثابت ماذا يقول هؤلاء الناس بالحبشية وكان مترجما قالوا يقولون محمد رجل صالح ودينه أمر ثالح فقال لهم ذونكم يا بني أرفدة استمروا في عملكم نوع واضح وجلي من التسامح ومن اللطف ومن المعاشرة الطيبة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فالحياة الزوجية السعيدة ممكن تكون طبيعية ليس حلم مستحيل البعض يعتبر حلم مستحيل أبدا هي واقع ممكن أن يكون هذا الواقع عن طريق المودة والرحمة أولا عن طريق الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة هي المفتاح الدهبي للحياة الزوجية كيقولوا الأولين كيقول للمرأة منك تبغي تزوج كيقنصوها يجعل في فمك سكرة وفي أذنك جوهرة كلمة طيبة كتفتح الأبواب احتقلوا بأن اللحلاحة كتغلب السحارة قبل كلمة طيبة ثم تحرص المرأة والرجول كل منهما أن يشبع الحاجات للطرف الآخر في يخلق جلسات ذي الصفاء جلسات تعالصمر هناك من يحب الهدايا هناك من يحب الخروج إلى مكان طبيعي وهناك من يتفاق تغلب واحد كلمة طيبة أسمع كل ما طيبة الله يجعل البركة وكي أسباب كثيرة ممكن من خلالها يكون واحد نوع من الإنصات والتفاعل والتجاوب بطريقة مريحة ومرينة بين طرفين وهناك من خلق الظروف الملائمة ولا اعتردت واحد فينا الأخر يسامحه وعدنا نموذج الجميل للأمنا خديجة بنت أخو ويلد الرجول عادة كي حب يسمع من المرأة دياله كلام بأنه فيه الرجولة وبأنه راغ دمزيان كي يشعر بأنه فيه واحد نوع من القوة لما جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الروع الشديد أشغط لي أمنا خديجة قتلي والله لن يخزك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسو المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر هذه الكلمات نزلت على قلب النبي الكريم بحل بلسم من الشفاء الرجول يحب أن يسمع من زوجته كلمات جميلة تقول أنت هو الرجول أنت تبرك الله فيك في الخلوق فيك القوة فيك الكرام ود العائلة ونمفتخر بك هذه الكلمات كتطيع واحد القوة جميلة وكي يعود يقرب لها أكثر وأكثر وبالمقابل الزوج أيضا عليه أن يقول مثل هذه الكلمات الطيبة لزوجته بأن الله أكرمه بها وأنه يحمد القدر أنه لقى بها وإذا رأى هناك عيب يستره مرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وما أدراك ما عمر ابن الخطاب في القوة ديالو وفي الجبارود ديالو في واحد الكرامة وواحد العزة حتى لما كان أمير المؤمنين كانوا الحاكم مرة تنجى وحد الرجول يشكي من مرأته مرته صعيبه وليس نصال حلا ودي ممخاصمين قلليها والله لا أشكو أنك إل القاضي مشاعد القاضي مقدوه قال لا أشكو أنك إل الوالي مشاعد الوالي مقدوه من اللي غضب غضب قال يا والله لا أشكو أنك إلى أمير المؤمنين إلى الحاكم فجاء الى بيت امير المؤمنين وغير دق البابش اشكي له فسيدنا عمر يالله واسمع بان سيدنا عمر برأسه هو امير المؤمنين الزوجة ديالوك تقول لي كلام شديد سمع على لسانها كلاما حادا فسيدنا عمر الله غير خلق الرجل قال لماذا جئت قال لي جئت اشكو اليك زوجتي من بداءة لسانها فسمعت زوجتك تقول لك اكثر مما تقول زوجتي لي فقل سيدنا عمر الخطاب قال لي اسبر اما يرضيك ان زوجتي هي طاهية طعاني وغاسلة ثوب ومربية ولدي وقاضية حاجتي بدك يعدد له الامور اللي تقوم بهذه المرأة في الدار هاك طيب لنا الماكلة وقابل الكوزينا قل الحويجة كيتغسله كيتصبنو وكيتحددو كيتحطول لكم القيين وولدت المربيهم كتقابلهم وكتقدر حاجة ديالك واش بغيتهم من بعد الله يجعل البركة فالغالب لو قعشين يزعب المرأة والرجول ربي عز وجل دال لنا دال لنا الحلول امتك يوقع النزع بنتهم هناك المرأة الصالحة ما تقم على مشكل ولا هم يحزنون والمشكل كن المرأة اللي هي ناشز فاربق لنا الصالحات قانتات حافظات لما حافظ الله وما اكترهن الحمد لله المرأة الصالحة كتلقى فيها الإيمان فيها اليقين فيها القناعة فيها الصبر قانتات حافظات لما حافظ الله لكن الاستثناء شكونا هما كنا المرأة اللي ربما غضبانا واحتحى جمارين ضياغا ودائم فقال لنا واللات تخافونا نشوزهن نشوزهن يعني ما كتستقمش مع زوجها في الحياة ربي قال لنا فعيضوهن عيضوهن بالكلمة الطيبة دي ما وعضها قول لك كلمة طيبة اليوم وغدا جيب لها شاريط قلست أنتوية في شيئ داعا فيها شي شيوخ ولشي علماء عيضوهن ما أبغتش فعيضوهن وهجروهن في المضاجع الهجر لكن الهجر داخل داخل المتجع باش على برا كي هزل فيست ديالو كي يخبر كي يقول لنا غامشي للشمال وكي يمشي قدعه جهر لا الهجر يكون داخل البيت داخل غرفة النوم وهذا قاسي على المرأة إلى أن قال ربما تحجى منفعت عاد كيقول ربي عز وجل واضربوهن هنا هذلكلمة اللي كتخلي وحد مجموعة للنساء المناضلات والحقوقيات والسياسيات كي استأم هذه العبارة القرآنية وهو كلام الله السمع والطع لكلام الله فمدقى الاربي في الختام فالصالحات قانتات حافظات لما حافظ الله والتي تخافون نشوزهن فعيضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبهو عليهن سبيلا ممن ضربوهن سيدنا النبي قال لك لن يضرب خياركم الخيار ديالكم ما يضربش وفي علم الناس معروف بأنك إن هناك بعض شخصية مشوصية أو شخصية الليك لا تستقيم إلا بأن تدخل في الضرب والعراك هذه معروفة في علم النفس لكن القرآن الكريم كي قلنا إلو موقع اشتفهم من جلوش العنف بعضياتنا من تخاص منصوص المحاكيم نستشير دوي العقول والاختصاص فقالنا ربنا عز وجل وإن خفتم شقاقا بينهما وصلنا للشقاق ما تفهموش بلما هو يضربها ويخلي فيها الأطار بلما هي ما تسحر له وادير له واحد العقدة في نفسه وادير له التقاف وادير له الديار بلاشا تشكله رب قلنا وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا رب رعاليم بكل شيء وخبير بكل شيء هذا كتسمى المحكمة العائلية والمجلس الأسري حتى لا تشيع أمور العائلة في المجتمع وعلى كل حال ربنا عز وجل دائما يقول لنك أكد وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بهذه المناسبة كان حيوا جميع النساء دينا الأخوات تعنا وزميلتنا في العمال وكل النساء المغرب ونساء العالم كان قلوا لهم كان تلبوا الله تعالى خلي حياتكم كلها طيبة حياة مستقرة حياة كلها سعادة وبهجة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فأسأل الله تعالى أن يجعل أزواجكم وأولادكم وأحبابكم هم وخيار الناس حتى يقع بينكم وبينهم ودة ورحمة وإن شاء الله تعالى نفتح خطوطنا الهاتفية من أجل أن نسمع ربما شكايات أو هموم لبعض النساء المعنفات فالأسبوع أسبوع كنا فهي حملة وطنية تحسيسية بمشاكل النساء المعنفات المهمومات الحمد لله القنوات الإدائية والمراكز للإستقبال للإستماع والمؤسسات حتى خطب الجموعة رأي إن شاء الله ملغم شو اليوم الجموعة غد سمعوا بأن الخطبة دي المغرب كلهم غد يقولوا واحد الخطبة التانية غد تكون موحدة في هذا الموضوع بالضبط وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب ويصلح ذات البين وينزع من صدورنا حد الشيطان آمين يا ربي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة